حاجة الناس نتيجة التهدور الاقتصادي اللي صاب البلد خلى لجنتنا يصير عندها تفاعل كتير كبير وخلى انه يصير في عنا حاجة بكل المناطق اللبنانية تطوير شبكة امان الاجتماعي والاقتصادي للطياريين تتضمن اول نقطة تأمين المساعدات الغذائية والخدمات الاجتماعية والطبية للمحتاجين بالطيار هيدا العملية رح تصير من خلال التعاون مع كل الاقدية رح يتم تعيين شخص بكل قضاء يكون هدفه هو يعمل مثل داتا كرمال يأمن لنا إياها من خلال هيدا الداتا نحنا رح نكون عم نوزع المساعدات الغذائية لكل المحتاجين ورح نطلع كمان على الحاجات الانسانية طبية والاجتماعية بكل منطقة لجنة كورونا كان لها دور كتير كبير بهيدا الموضوع وكمان رح نشتغل تنكمل على هدفنا ورح نأمن الأدوية والحاجات الصحية لكل المحتاجين عن طريق اللجنة يلي عملت فرق كتير كبير بالمراجعات الطبية تأمين الأكسيجان وتأمين الأدوية كيف رح تصير عملية التمويل عملية التمويل رح تصير من خلال نشاطات بالأقدية أكيد حسب ظروف كورونا رح يكون فيه كمانا فاندريزينج من خلال متبرعين يدعمونا بهيدا الموضوع وأكيد بالتعاون مع الجمعيات هيدا العمل رح يكون بالتعاون أكيد مع اللجنة المختصة من قطاع الشباب بالطيار واللجنة الأقدية ونحاول نخلق توازن بكل الأقدية تاني نقطة إنشاء دليل الطيار المهني ومنصة للتوزيف بهدف توفير فرص عمل للطياريين من هالخطة نحنا رح نساعد بإعطاء الصنارة وليس فقط بإعطاء السمكة كيف سيصبح عملنا؟ هذا العمل سيصبح من خلال إنشاء مستخدمات على هذه المستخدمات سيكون هناك خانة لتأمين طلبات التوزيف وخانة تانية لفرص العمل ومن خلال هذه النقطتين سنكون نحنا نتعاون بين بعضنا البعض كرميلة نساعد تانية نقطة سنخلق نحنا كمانا غير هذه المنصة فرص عمل لتشغيل اليد العاملة وكمانا نساعدون لبيع منتجاتها وثالث نقطة رح يكون عنا لفت خاصة أكيدة لذوي الإحتياجات الخاصة ثالث خطة هي الدعم التربوي للطلاب من خلال أسادة الطيار وإرشاد للأهل حول مواضيع مختلفة أول موضوع رح نكون عم نخلق يونت من خلال هذه اليونت رح يكون فيه تعاون بين الدعم التربوي والأهل كرميل نحنا نعطي شوية إرشادات من خلال الاختصاصات اللي صار عنا فاقد فيها والاختصاصات اللي عنا فيها نقص وهيك منكون نحنا عم نلبي كل المتطلبات تاني نقطة عنا إعطاء دروس خصوصية للتلميذ اللي هن بحاجة والثالث رح نحاول إذا قدرنا أنه يكون عنا خصومات للطلاب الجامعات من خلالها منقدر نساعد كمانا أكبر عدد ممكن من الطلاب وهيدا الشي رح يكون أكيد كمانا بتعاون مع قطاع الشباب والليجين المختصة رابع خطة رح نقوم فيها هي خطة التأمين الصحي والحوادث تأمين التغطية الصحية للعالم اللي ما عندن ضمان ولا أسرانس وهيدا الشي رح يكون من خلال صندوق التعادد نحنا معكم بتعاوننا سوا أقوى وسوا رح نكمل تنتخطى سوا كمانا هيدا المرحلة الصعبة اللي عم بتوجهنا